بناء الجسوري الجدران شعار اتخذته منظمة اليونسكو عنوانا للتقرير العالمي لمراقبة التعليم للعام المقبل محذرة من بناء الجدران في وجوه الأطفال اللاجئين والنازحين حول العالم التقرير أكد أن عدد الأطفال المهاجرين واللاجئين في سن الدراسة في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 26% منذ مطلع القرن الحالي إذ بلغت أعدادهم ما يمكن أن يشغل نصف مليون فصل دراسي ويلفت التقرير الأممي إلى أن القوانين والسياسات في كثير من دول العالم تخذل أطفال المهاجرين واللاجئين بحرمانهم من حقوقهم وتجاهل احتياجاتهم رغم أنهم من أشد الناس ضعفا في العالم وأكثرهم يعيشون في الأحياء الفقيرة أو يتنقلون حسب المواسم طلبا للعيش ومع ذلك فإنهم كثيرا ما يحرمون من المدارس التي توفظ لهم ملاذا آمنا ووعدا بمستقبل أفضل في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017 تسرب العديد من الأطفال الذين ولدوا في الخارج من التعليم بما يعادل ضعف عدد الأطفال من السكان الأصلين في تلك الدول أما طلاب الجيل الأول من المهاجرين فكانوا أقل بنسبة 32% في تحقيق البهارات الأساسية في مجالات القراءة والحساب والعلوم مقارنة بالطلاب من السكان المحليين وبينما يقول تقرير اليونسكو أن تجاهل تعليم المهاجرين يعد إهدارا لقدر كبير من القدرات البشرية يؤكد في الوقت نفسه على أن توفير التعليم في حد ذاته ليس كافيا وإنما يلزم أن تتكيف البيئة المدرسية مع الاحتياجات الخاصة لهؤلاء المتنقلين وأن تدعمها ذلك عبر إلحاق المهاجرين واللاجئين بنفس المدارس التي يرتادها السكان المطيفون وصولا إلى دمجهم في مجتمعهم الجديد بما يخدم مصالحهم ومصالح ذلك المجتمع